اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جذور حقيقية في هذا المكان سوف نتحدث حول هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ فريد العمصي الباحث القانوني أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك يعني أستاذ فريد بداية دعنا نتحدث عن خطورة الأمر وهو أمر فعلا خطير نعم الأثار هي التراث هي الحضارة هي اتصال الماضي بالحاضر هي اللي بتعطي العلم كيف كان أجدادنا وكيف يجب أن نكون هذا بالشكل عام ولكن لخصصية الآثار الفلسطينية أكثر وأشد صراعنا في الأراضي الفلسطينية هو صراع وجود وبقاء نحن أصحاب الأرض نحن أصحاب المكان نحن أصحاب التراث والتاريخ هم من يدعون العكس وكما تفضلت تعمل إسرائيل بكل جهدها لإثبات أن لها قدم وجود في أراضي فلسطين التاريخية نعم ولكن بقدر الله أن تظهر الحقيقة لم تستطع إسرائيل حتى اليوم أن تثبت ولو أبسط أدلة على وجودها في هذه الأرض إسرائيل مرت من هنا كما مر غيرها اليهود مروا من أرض فلسطين كما مر غيرهم وانقضى هذه الأرض لأهلها لأصحابها لمن حرصوها وحموها هذه الأرض لنا وكل الدلائل تشير إلى هذا الشيء نعم كل ما نجد من آثار تدل على الوجود الكنعاني وما بعده إلى يومنا هذا فنحن أصحاب الأرض ونحن لحق بها ولا يوجد لأحد حق في هذه الأرض غيرنا نعم يعني أستاذ فريد نعلم بأنه يعني إسرائيل في يعني على مدى سنوات طويلة تمكنت من الحصول وضع يدها على الكثير من الأثار الفلسطينية في مناطق مختلفة يعني وهي تحاول حتى أن تغير معالم نعم وأسماء شوارع في مدينة القدس القدس ومدن فلسطينية مختلفة تحاول أن تشوه التاريخ وتزوره نعم يعني هل لدينا ما يمكن أن نفعله أمام هذا الواقع إسرائيل هنا لازم نفرق ما بين الآثار الثابتة نعم كالعقارات كالمباني والآثار المنقولة إسرائيل لن تستطيع أن تغير واقع الآثار الثابتة نعم مباني تاريخية كالمسجد الأقصى وملحقاته ككنيسة المهد ككنيسة القيامة الحرم الإبراهيمي مسجد بلال بن رباح لن تستطيع أن تغيره أو تنقله من مكانه هذه الأشياء الثابتة وباقية لهيك تعمد إسرائيل إلى تغيير واقعها على الجانب الآخر هناك الآثار المنقولة الحاجات البسيطة تعمل إسرائيل حتى على معالجتها كيميائيا نعم وتدخل عليها علامات أو إشارات تدل على إنها إسرائيلية هذا طبعا في المحفل الدولي سهل جدا اكتشافه لكن إسرائيل تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تعزز رواياتها المزعومة بوجودها في الأراضي الفلسطينية نعم المجال العالمي الآن مفتوح أمامنا كفلسطينيين لم يعد التراث الفلسطيني فلسطيني اليونسكو قررت أن التراث ملك للعالم للمجتمع الدولي ككل وأوجبت له الحماية الدولية ليس أحنا كفلسطينيين فقط المسؤولين عن حماية هذا التراث إنما المجتمع الدولي الآن بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة منفتح مطلع أصبح العالم كل الآن مطالب بحماية هذا التراث العالمي وليس الفلسطيني فقط صح بس يعني للأسف يعني أحيانا في بعض الأمور يعني يجب أن نقف عندها أستاذ فريد مثل حائط المبكة نعم كما يدعي اليهود ونحن ما يعني بالنسبة لنا هو حائط البراق كان وما زال وسيكون حائط البراق بالنسبة للعالم يعني كيف من الممكن أن نفسر نظرة العالم لهذا الحائط الذي يعني تضع إسرائيل يدها عليه وتسميه حائط المبكة إلى أن نصل إلى المرحلة التي نستطيع أن نحاجج بها إسرائيل في المحافل الدولية على قدم المسعوى نعم للأسف إسرائيل تغولت في المجتمع الدولي ككل بالدعم الأمريكي والتواطؤ الأمريكي والتواطؤ الغربي معها صحيح إلى ذاك اليوم على من يدعي شيء أن يثبته نعم نحن تاريخيا وجغرافيا هذه أرض فلسطينية وهذا حق عربي وإسلامي على مر التاريخ إسرائيل تدعي شيء تتفضل تثبته في المحافل الدولية ولم تستطيع ذلك لم يعد الأمر اليوم حكرا على إسرائيل كما كان في السابق نعم نحن نستطيع مواجهتها ومجابهتها وإثبات حقنا التاريخي في كل ما نمتلكه سواء في أراضي السلطة في الضفة الغربية وغزة أو في أراضي فلسطين التاريخية ككل نعم طب يعني أستاذ فريد يعني ما أهم الاتفاقات الدولية التي من الممكن أن نتسلح بها للعمل على هذا الملف طبعا نحن في أن اتفاقيات أطلت إطلالها على موضوع الحفاظ على التراث والأثر التاريخي لكن مثل اتفاقية جينيف لكن ما تعلق بصلب الحفاظ على الأثر والتاريخ والتراثي العالمي هو اتفاقية لهاي للعام 1945 والبروتوكولات الملحقة بها نعم هذه الاتفاقية وضعت بفعل اليونسكو بصفتها إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بالثقافة على مستوى العالم نعم اليونسكو وضعت اتفاقية لهاي وانضمت إلها دول العالم وأصبحت سارية المفعول وانضمت إلها فلسطين في العام 2011 وأصبحت دولة عضو في اليونسكو هذه الاتفاقية مسلطة الضوء على موضوع الآثار بشكل مطلق خصصت الاتفاقية لموضوع الآثار أمنت للآثار حماية بالذات في وقت الحرب ليش؟ لأن الحرب هي الأكثر أثرا ودمارا للآثار لكن أيضا أمنت حماية مسبقة وفرضت على سلطات الاحتلال أن تعمل على الحفاظ على الإرث التاريخي أو الآثار وأن تمكن أصحاب الحق فيها من حمايتها وتطويرها والحفاظ عليها الأدوات القانونية كثيرة وثابتة أقصى ما فيها المحاكم الجنائية الدولية لأن اتفاقية لهاي عدت الاعتداء على الآثار هو جريمة حرب تعد جريمة حرب مثلها مثل أي جرائم مثل الإبادة الجماعية ومثل انتهاك السلم الاعتداء على الآثار جريمة حرب وأوجبت لها عقوبات أيضا اتفاقية لهاي أوجبت على الدول المنضوية في الاتفاقية أن توائم تشريعاتها بحيث تضع في تشريعاتها الخاصة مواد قانونية تجرم الاعتداء على الآثار وتفرض له عقوبات جزائية فاتفاقية لهاي هي المجال الأوسع والمحدد والمختص بالحفاظ على الآثار والإرث التاريخي نعم كيف من الممكن أن نستفيد من هذه الاتفاقية وانضمام إلها سوف نتحدث عن هذا الموضوع لكن دعنا أستاذ فريد ومشاهدين الكرام نتابع هذا تقرير حول طرقة إسرائيل الأثار الفلسطينية ثم نتابع لم تقتصر الحرب الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني وفرض القوة بالقتل والتدمير والتهجير وإنما سعى لاحتلال الإسرائيلي وما زال يسعى لتمس الحضارات القديمة والآثار الدالة على جذور فلسطين التاريخية واستبدالها بما يعزز الرواية الإسرائيلية وهناك الكثير من آثار المدن والبلدات والمباني القديمة الشهدت على سرقة الاحتلال ففي العام 1913 أسست الحركة الصهيونية جمعية أبحاث أرض فلسطين للبدء بإجراء أبحاث حول الآثار في محاولة للسطو على التاريخ عبر تزوير الأدلة التي تثبت أكذوبة الرواية الصهيونية بأحقيتهم بأرض فلسطين وبعد أربعة أيام من احتلال مدينة القدس عام 67 سيطرت سلطات الاحتلال على المتحف الوطني للمدينة وحولته إلى دائرة الآثار الإسرائيلية بعد تدميره خلال العام 48 كما قامت حكومة الاحتلال بعمل حفريات في المواقع الأثرية وسرقة محتوياتها من مواد وقطع أثرية وتحويل المواقع الأثرية إلى متاحف وحدائق عاما ومن ثم تنظيم رحلات لهذه المواقع في حين يتم حرمان الفلسطينيين من زيارتها والتعرف عليها عن قرب وآخر هذه الانتهاكات بحق الموروث الآثري والتاريخي للشعب الفلسطيني كان في بلدة صباستيا حيث هدمت سلطات الاحتلال المشروع السياحي الخاص بإعادة تأهيل ساحة البيدر الذي وضع بمواصفات عالمية وفلسطينية تتناسب مع مواقع التراث العالمية ما دفع تاقم وحدة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لتوثيق هذا الانتهاك أما في غزة فقد سرق لأحتلال مواقع أثرية كاملة مثل فسيفساء كنيسة بيزنطية في تلبطشان بمدينة غزة وتلة الرقيش في دير البلح التي عثروا بداخلها على الكثير من الآثار التي نقلوها إلى متحف جامعة بئر السبع إضافة لتنقيبهم في موقع تل ريدان ومنطقة البركة في دير البلح والتي عثروا فيها أيضا على توابي تنقلوها إلى متحف في مدينة القدس ومن خلال نشر المعلومات حول المسروقات الأثرية في كتب ومنشورات المتاحف العالمية يمكن لوزارة السياحة حصرها لاسترجاعها من خلال منظمة اليونسكو ولكن إذا موجهت التهمة للاحتلال الإسرائيلي تصبح كل القوانين بهذا الشأن حبرا على ورق ويمسي دور المؤسسات الدولية صفرا على الشمال لبرنامج أعلى سلطة سالي السكني أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام بالتأكيد نشكر الزميلة سالي السكني على هذا التقرير يعني أستاذ فريد تبعنا الكثير من الانتهاكات يعني الزميلة سالي أوجزت في هذا التقرير ولكن انتهاكات الاحتلال منذ عشرات سنو حتى الآن لا يمكن أن يتم حصرها بهذه السهولة دعنا نتحدث عن أشكال هذه الانتهاكات وتعليقك على هذا التقرير بداية إسرائيل من يوم وجودها الأول عمدت إلى تدمير وسرقة الأطار زي ما قلنا في البداية أنه هذا صراع بقاء وصراع وجود وصراع حقية في الأرض من بداية الاحتلال أو قيام دولة إسرائيل في العام 48 عمدت إسرائيل إلى تدمير القرى الفلسطينية بما احتوته من أثار وما احتوته من تاريخ عملية التهجير واكبها عملية تدمير للتراث الفلسطيني في القرى المهجرة لا يوجد الآن قرية فلسطينية باقيت على حالها وعلى أثارها المتروكة فلسطين أرض تراث وأرض تاريخ من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها لا يوجد منطقة واحدة في فلسطين خالية من التراث والتاريخ زادت الوتيرة بعد الاحتلال الإسرائيلي في العام 67 فور دخول إسرائيل للقدس في العام 67 قامت بتدمير حارة بكاملها هي حارة المغاربة قامت بالاستيلاء على المتحف الفلسطيني ومصادرة محتوياته وأسمته متحف روكفيلر السرقة ليست هي السلب المقصود في القانون الجنائي إنما السرقة بالنسبة للأثار تأخذ أشكال عديدة جدا 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 أفضعها وأبشعها هو عملية التدمير الممنهج للوجود الفلسطيني وما يثبت الوجود العربي والإسلامي في الأراضي الفلسطينية بعد هيك بيجي السرقة والاستيلاء بيجي تغيير المعالم بيجي تغيير الأسماء هذه كلها صور لسرقة الآثار الفلسطينية إسرائيل تسير بخطة ممنهجة لشطب الوجود الفلسطيني من الأراضي العربية الإسلامية الفلسطينية التاريخية وإحلال المواطنين الإسرائيليين أو الإسرائيليين محلنا وفقا لقاعدة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض تسعى إسرائيل لإثبات أنه هذه الأرض ما إلها سكان إحنا عابرين إحنا الغرباء اللي مرينا من هذه الأرض بينما هم أصحابها ولم تستطيع ذلك مهما فعلت نعم بتأكيد طب يعني أستاذ فريد دعنا نتحدث عن الآليات التي يجب أن نتبعها كفلسطينيين يعني لدينا ما نتسلح به لدينا القانون الدولي ونحن جزء من هذا القانون أصبحنا منذ فترة والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصارخة والجميع يدرك خطورتها ما الذي من الممكن والذي يجب أن نفعله لن نستطيع أن ننتقل إلى الرؤية الفلسطينية أو الواجب الفلسطيني بمعزل عن العالمي والعربي والإسلامي نعم الأمر يجب أن يتم بالترتيب هذا إرث تاريخي عالمي واليونسكو قررت أن الآثار هي إرث عالمي وأوجبت الحماية على المجتمع الدولي ككل وليس علينا كفلسطينيين لذلك يجب أن نتحدث بداية عن المجتمع الدولي ما هي واجبات المجتمع الدولي؟ أمام عملية السرقة الممنهجة المتدحرجة للقضاء على الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي في أرض فلسطين التاريخية المجتمع الدولي يجب أن يقف موقف حازم ناحية تثبيت الآثار لأصحابها الحقيقيين وضحض الإدعاءات الإسرائيلية بوجود آثار لهم يجب أن يأخذ العالم دوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة في أرض فلسطين نعم سواء المختلف عليها أم المتفق عليها ما تدعي إسرائيل ملكيته وما لن تجرؤ على إدعاء ملكيته يعني أستاذ دعني أقف عند هذه النقطة وأنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا أنه الإرث الموجود في الأرض الفلسطينية لا يرتبط فقط بفلسطين لكن يرتبط أيضا بالعالم الإسلامي والمسيحي أيضا نعم يعني إذا أردنا أن نفكر بالسلوب والطريقة البسيطة يجب أن يقف العالم كله إلى جانب الفلسطينيين كان يستعيدوا هذا الإرث نعم يعني لماذا هذا الصمت؟ موازين قوة ليس أكثر نعم بادرت اليونسكو إلى رفض إدراج موقعين اثنين ضمن التراث الإسرائيلي نعم اللي هم الحرم الإبراهيمي أو جزء من الحرم الإبراهيمي اللي اسمه كهف الكهنة نعم والموقع الثاني هو مسجد بلال بالرباح أو كما يسمى إسرائيليا بقبة رحيل قدمت إسرائيل طلب بإدراجهم ضمن التراث الإسرائيلي أو اليهودي نعم رفضت اليونسكو إدراجهم وأصرت على أنهم إرث عربي إسلامي فلسطيني شو كانت النتيجة؟ أوقفت إسرائيل أعمال الترميم ومنعت سواء اللي كانت تقوم فيها نفسها أو اللي كانت تقوم فيها القيادة الفلسطينية أو الجانب الفلسطيني نعم أيضا منعت أمريكا وإسرائيل الدعم عن اليونسكو هذا فقط في مقابل إجراء واحد رفضت اليونسكو اعتماد الجانب الإسرائيلي وأصرت على أنه إرث فلسطيني قامت بمنع الدعم نحن بنعرف أنه الأمم المتحدة 60% من دعمها تأخذ من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا متعاونة وشريك إذا موصلنا يوما إلى درجة أن نختصم القيادة الإسرائيلية أمام محاكم دولية بتهمة جرائم حرب وهي انتهاك أو تدمير الإرث التاريخي الفلسطيني العالمي يجب أن نختصم أيضا القيادة الأمريكية المتواطئة مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال نعم طب نكمل هذا فيما يرتبط بالدور المجتمع الدولي العالم الإسلامي العالم الإسلامي شريكنا الأساسي زي باقي المسلمين هذا إرث أغلبه إسلامي يجب على العالم الإسلامي والعربي أن يشاركنا مباشرة في الحفاظ على هذا الإرث المشاركة إلها أشكال كبيرة أقل هذه الدرجات هو نشر الوعي العربي الإسلامي وحتى العالمي بحقيقة هذا الإرث التاريخي تكثيف الزيارات إلى أماكن التراث والأثار الفلسطينية الموجودة في فلسطين التاريخية تقديم الدعم إسرائيل تستغل للأسف وبدناءة تستغل حاجة الفلسطينيين في أراضي القدس تحديدا تضغط عليهم تضطرهم إلى بيئ ممتلكاتهم إلى التخلي عنها إلى الهجرة منها دورنا كعرب ومسلمين والثروة متاحة بين أيدينا معلش يعني أمير عربي بروح يشتري نادي رياضي بكم مليار دولار أو بيدعم حديقة حيوان بكم مليار دولار إحنا أولى إرثنا التاريخي والعربي والإسلامي أولى بهذا الشيء أيضا يجب أن تقف الدول العربية والإسلامية موقف حازم وقوي مقابل للانتهاكات الإسرائيلية الانتهاكات الإسرائيلية اليوم 200 مستوطن دخلوا اقتحموا الحرم المقدسي اقتحموا المسجد الأقصى وساحاته هذا نوع من الانتهاك حقنا فيه نوع من تدمير الأثار نوع من الاعتداء عليها هو حيدخل فيها وحيخرج منها بلا أي شيء ما حينقص من ترابها ولا حينقص من تاريخها لكن هذا يعتبر نوع من أنواع الاعتداء شو عملوا العرب والمسلمين مقابل في يوم 200 مستوطن ينتهكوا حرمة المسجد الأقصى نعم نتمنى أن في يوم الأيام نوصل أن نكون لنا موقف قوي أقل الموقف هذا دعم القيادة الفلسطينية في حربها للحفاظ على التراث الفلسطيني والوجود الفلسطيني في أراضي فلسطين التاريخية نعم الآن تحدثنا عن عدد من المستويات التي يجب أن يكون لها دور في قاضية هذه ولكن نحن كفلسطينيين كشعب فلسطيني أستاذ فريد ما الدور الذي يجب أن نلعبه ونحن نعلم بأنه نحن جزء من هذا الإرث أيضا نعم حقيقة أن القيادة الفلسطينية لم تدخر جهدا في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الحفاظ على الوجود الفلسطيني على البقاء الفلسطيني توجهت القيادة الفلسطينية على مر التاريخ الحديث من يوم وجودها إلى المجتمع الدولي ككل إلى المنظمات الدولية ككل دعمت بكل ما تملك من إمكانيات الحفاظ على الإرث التاريخي العربي الإسلامي الفلسطيني في أراضي فلسطيني التاريخية نعم لكن هل تستطيع القيادة الفلسطينية أن تفعل أكثر من ذلك؟ إذا كانت المنظمات الدولية لم تستطع أن تفعل أكثر من ذلك للأسف هناك سطوة وسيطرة نعم أمريكية إسرائيلية متغولة في العالم في كل نواحي لكن هل نستسلم السؤال؟ هل نستسلم لهذه السيطرة؟ يجب علينا أن نستمر أن ندعم صمودنا وبقاءنا على هذه الأرض أن نقابل الحجة بالحجة صحيح والدليل المزيف بالدليل الحقيقي إلى أن نصل إلى مرحلة أن نسحب القيادة الإسرائيلية إلى محاكم الجنايات الدولية وهذا الأمر أتوقع أن يحدث قريبا جدا لأن العالم لم يعد أعمى صحيح وهذا أمر يقلق إسرائيل بدليل أنه مقابل كل خطوة تتخذها القيادة الفلسطينية بهذا الاتجاه تحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح فرض المزيد من العقوبات لإثناء السلطة أو القيادة الفلسطينية عن مواصلة جهودها في سبيل إثبات الحق الفلسطيني نعم كيف من الممكن أن نحافظ على ما تبقى من إرث لنا كفلسطينيين مسيحيين وحتى مسلمين بداية أسمحي لي أعاد لي تجعل الأحزاب كعنصر فاعل في المجتمع الفلسطيني نعم اشتركوا في القناة لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثوا اللهم مقاماً محموداً الذي وعدت إنك لا تخلف المعاد يجب أن يكون للأحزاب دور هام جداً وخطير ومؤثر في هذا المجال الأحزاب تمثل المجتمع تمثل الشعب تمثل الناس الأحزاب إلها حضور إلها كلمات إلها علاقات دولية يجب أن تعمل الأحزاب الفلسطينية كلها على تعزيز هذه الفكرة هذه أرضنا هذا وجودنا هذا تراطنا يجب أن نحافظ عليه أقل ما يمكن أن تقوم فيه الأحزاب الفلسطينية هو دعم القيادة الفلسطينية والوقوف معها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية إنهاء الانقسام التوحد في مواجهة التغول الإسرائيلي والأمريكي نعم التواصل مع العالم الخارجي نقل الرؤية الفلسطينية الحقيقية في مواجهة الرؤية الإسرائيلية المزيفة نعم يبقى آخر شيء وهو واجبنا إحنا كفلسطينيين عموماً كمواطن بسيط نعم مواطن بسيط شو يجبه؟ تجاه هذا الإرث التاريخي العظيم قليل من الدول في العالم تمتلك هذا الإرث التاريخي صحيح قليلة جداً نعم المواطن الفلسطيني يجب عليه أول شيء أن يحافظ على هذا الإرث حتى إذا قام بزيارته يخذ أولاده معاهم ما يعتبرها فصحة وتغيير جو بل تعزيز هذا الإنسان درس تعليمي درس تعليمي لأبناءه وأحفاده إنه هذا أرضنا هذا تاريخنا هذا الشيء كذا اسمه ليس اسمه قبة راحيل نعم إنما اسمه مسجد بلال بالرباح ليس اسمه حائط البراق صحيح حائط المبكة إنما حائط البراق ليش اسمه حائط البراق وهناك نقطة مهمة جداً أيضاً يعني المناهج التي الآن يتم تغييرها نعم بمحاولة إثبات هذا الحق نعم وتعليمه للطالب في المدرسة ومحاولة يعني تسليط الضوء على بعض المواقع وبعض يعني هذه الموضوعات نعم أمر هام جداً بإضافة إلى دور الأمر أحنا الجيل المصري نعم جيل المناهج المصرية درسنا الأهرامات وأبو الهول والأقصر نعم الآن جاء دورنا المناهج الفلسطينية فيها كل التراث الفلسطيني لا العلم أن القيادة الفلسطينية تتعرض لدغوطات قوية جداً وأقوبات قوية جداً بس في موضوع المناهج نعم نعم يعني أستاذ فريد يعني الموضوع يتم يعني لا يمكن أن نحصره بوقت محدد موضوع كبير جداً خطير جداً وللأسف هناك الكثير ممن لا يدركوا خطورة هذا الملف أود أن أشكر جزيلاً ضيفي في الاستوديو الباحث القانوني الأستاذ فريد العمصي شكراً كنت معي مشاهدين الكرام تحدثنا اليوم في برنامج أعلى سلطة حول سرقة إسرائيل لأثار الأثار الفلسطينية وتغيير المعالم لهذه الأثار أين القانون الدولي من كل هذا؟ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نلقاكم في حلقة مقبلة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر